هو أمانة القانون الكويتي يعاقب كل مفردة من شأنها الإهانة والتهكم والسخرية والمساس بالكرامة والحب منها وحب الغير على الإزدراء وقانوننا الكويتي يعاقب مرتكب هذا النوع من التهكم ومن يستخدم المفردات التي تتضمن سخرية وإهانة واستهزاء بالغرامة التي لا تقل عن 3000 ولا تزيد عن 10000 وأيضا تعطي للضحية أن يلجأ إلى القضاء أن يطلب التعويض ولذلك نجد تشريعاتنا وضعت بعين الاعتبار مسألة التنمر الإلكتروني التي تماثلها مفردات قانونية كالاستهزاء كالتهكم كالحط من الكرامة ولذلك نحذر بأن من يقدم على هذا العمل سوف يجد القانون تجاهه وبالتالي سوف يكون للضحية نصيب بأن يلجأ إلى القضاء للاقتصاص بحقه والمطالبته بالتعويض